نقدم لكم اليوم مراجعتنا الكاملة للعبة هورايزن في جزئها الثاني بعد ما لعبناها بالكامل على البلايستيشن 5 هورايزن تكمل أحداث جزئها الأول وتنتقل أحداثها إلى الغرب المحضور منطقة جديدة بالعالم تضطر البطلة إلوي للانتقال لها عشان تنقذ العالم من شر كبير للأسف لا زالت إلوي تلك الفتاة اللي ملامحها سطحية واللي بعض الأحيان تبدو كشخصية جانبية لا تظهر عليها مشاعر في وجهها في اللحظات المطلوبة لكن على عكس إلوي الشخصيات الجانبية الأخرى في اللعبة قوية وبيكون لها دور كبير في إدخالك إلى أجواء القصة اللي نقدر نقول إنها أفضل من الجزء الأول لكنها بطيئة الأحداث وهذا يمكن ما يروق للكثيرين اللعبة تحتفظ بأفكارها الرئيسية وتطعمها بعض الأفكار الجديدة عشان تقدم تجربة مطورة لازال قتال الوحوش الآلية هو المحوى الرئيس للنظام اللعب بحيث عليك ضربهم في نقاط ضعفهم للقضاء عليهم واستخدام العناصر المناسبة ضدهم من ماء ونار وغيرها في ترسانة متنوعة من الأسلحة من الأسهم إلى القنابل ولفخاخ أيضا تم تقديم قدرات خاصة للأسلحة مثل مكانية اطلاق ثلاث أسهم دفعة واحدة أو اطلاق سهم مركز من مكان بعيد أيضا عندنا قدرات خاصة تقدر تفعلها في كل مرة وتعطيك دفعة إضافية في قدرات معينة مثل أن ضرباتك بالأسهم تكون أقوى 50% لفترة معينة قتال الأعداء فعلا ممتع وتقدر تتعامل معهم طرق متعددة ومع كثرة الأعداء واشتداد سرعة القتال تصير لمتعة مضاعفة تمنيت فقط لو أن الكاميرا تعملت بشكل أفضل مع الموقف خصوصا أثناء القتال في زوايا ضيقة وانقضاض الأعداء عليك تصير في حيرة من أمرك اللعبة تعشق فكرة التجميع والتركيب بحيث عليك جمع الموارد المختلفة بعضها بتحصل منها مع الوحوش وبعض الوحوش هذه نادر عشان تصنع منهم أسلحة وذخيرة وترقيات لمختلف الأدوات للأسف هذا الشيء بيكون مزعج في بعض المناسبات مثل أنك تضطر توقف القتال بس لمجرد أنك تصنع أسهم إضافية لأن أسهمك خلصت لكن اللي أعجبني فعلا هو البحث عن الموارد أنه موش عشوائي بحيث إذا كان عندك تطوير سلاح وتحتاج أدوات أو موارد معينة تقدر تحولها المهمة ويوريك مكانها على الخريطة بحيث تروح وتجيب الشيء اللي تحتاجه طبعا موضوع التجميع هذا كله والموارد يصير منزعج لاحقا بحيث أنه تطوير سلاح واحد فقط ممكن يأخذ منك ساعة أو أكثر من البحث والقتال وحيانا تجده غير مشتي أصلا خصوصا أنك بتغير السلاح بالكامل بعدها بفترة بحيث كل ما تتقدم في اللعبة بتطلع لك أسلحة أقوى إضافة جديدة بيرحب فيها اللاعبين هو أن الأدوات والموارد الإضافية اللي تحصل عليها وما عندك مكان تشيلها معك بيوديها مباشرة لصندوق يحفظ لك إياها وتقدر تشوفه في بعض القرى وتروح له وتأخذ منه الموارد هذه اللي تركتها فيه اللعبة تقدم بعض أفكار التحكم الجديدة خصوصا في طور المغامرة مثلا عندنا الخطاف اللي يستخدم بشكل رئيسي في سحب الأشياء وفتح بعض الممرات وعندنا أداة الانزلاق الجوي بطريقة مشابهة للي شفناه في لعبة زلدة حتى تسلق الجبال هنا موجود بشكل كبير لكن صراحة بعض الأحيان يكون مزعج ليش؟ لأن عليك تسوي مسح ضوئي بحيث تشوف الأماكن اللي تقدر تتسلق من الجبل من خلالها وباقي الأماكن ما تقدر تتسلقها نهائيا وعندنا إضافة جديدة هي أن إيلوي تقدر الآن تغوص تحت الماء وهي جمالية مظهرية رهيبة لكن فعليا في اللعب تستخدمها للاستكشاف فقط بحيث ما في قتال تحت الماء فريك سوني للتطوير ما يخفى علينا التعاون الكبير بينهم بالأفكار هذه اللعبة تقدم محتوى ضخم جدا أتحدث عن ما يقارب 25 إلى 30 ساعة للقصة الرئيسية فقط دون أي مغامرات جانبية إطلاقا هذا المحتوى الضخم يمكن ما فيه أفكار جديدة لكن فيه أفكار كثيرة من ألعاب سوني الثانية مثل ما شفنا أسلوب المسح الضوئي من Death Stranding اللي يعلمك إيش الأشياء المهمة اللي حولك أيضا عندنا أسلوب التسلق من Unsharted والتنقل بين المنصات عموما إذا ما تحب القتال في اللعبة عندنا ألغاز كثيرة مثل مناطق الأنقاذ الأثرية بحيث تحل لغز بسيط عشان تحصل على مكافأة معينة عندنا أيضا لبراج اللي بدأتها سلاسل يوبيسوفت المختلفة وهنا ترجع من جديد لكنها قليلة وممتعة بحيث أن كل برج بكل فكرة مختلفة في تفعيلها وصراحة استمتعت فيهم أخيرا كل هالمهام الجانبية والأشياء اللي تقدر تسوي في اللعبة بتلقاها في قائمة مهام منوعة جدا ومنظمة بشكل كبير واللي يحب يسوي الأشياء الجانبية راح يقضي ساعات طويلة في اللعبة لا تقل عن مئة ساعة من ناحية التقديم والمظهر والقيمة الإنتاجية بيتم بهاركم من جد هذه تعتبر واحدة من أجمل الألعاب في تاريخ صناعتها فيه اهتمام كبير في تصميم كل شيء يظهر في اللعبة حتى الشخصيات وأزياءها والقرى الأثرية وبئات اللعبة مهما أمدحها يمكن ما أعطيها حقها من هالناحية لكن للأسف مثل ما يقولون في المثل الحلو ما يكمل واللعبة على أسلوب سايبر بنك تعاني من لعنة جيل كوفيد مثل ما شفنا كان فيه كثير أخطاء تقنية نتحدث عن عناصر تختفي من الشاشة بشكل مفاجئ طلق أسود فجأة يظهر على وجه الشخصيات ذو أزرق أو أخضر يطحيط بالشاشة بدون سبب أو توقف الشخصية وهي تأدي حركة معينة وللأسف بعض الأخطاء اضطرينا نعيد تشغيل المهمة مرة ومرتين خلال فترة لعبنا الكاملة بشكل عام هورايزن لعبة عالم مفتوح وكما هو متوقع من هذا النوع من الألعاب ما تجي بدون مشاكلها لكن اللعبة تفوقت على الجزء الأول في كل شيء تقريبا عالمها الضخم مليء بما يمكن فعلا من مهام متنوعة ومهام جانبية مصممة بطريقة فريدة وكأنها قصص مصغرة اللعبة تجمع ما بين المغامرة والألغاز والقتال مزيج رائع مغلف برسوميات يسير لها اللعاب هي بالتأكيد أفضل مشاريع قريرلا إلى اليوم وتستحق التجربة من جميع إشاق هذا التصنيف المحبوب